حازم قبل قليل وصلتنا معلومات أنه تم إغلاق مطار الخرطوم الدولي في وجه حركة الملاحة الهابطة والصاعدة أيضا تحدث لنا مصدر رفيع المستوى عن أنه تم توجيه تعليمات لقوات جهاز الأمن والمخابرات بالتزام ثقناتهم وتأمين مكاتبهم يعني أوقفوا عملياتهم على الأرض حسب ذلك المصدر تلك القوات معلوم أنها كانت صاحبة السلطة العليا في الشارع السودان طيلة الفترة الماضية ولها حساسية أمنية عالية هذا المصدر تحدث لنا عن أنه وصلتهم تعليمات الآن بالتزام مكاتبهم إلى حين بلاغ آخر الآن لكن دعني أقول لك في أجزاء من الخرطوم الآن شهدت انقطاع للتيار الكهربائي وهي ظاهرة غير معتاد عليها في هذا الوقت من الصباح المبكر أيضا هناك شوارع رئيسية كثيرة هي تبدو خالية من الشرطة وخالية من القوات النظامية الأخرى معادة ارتكازات للجيش في مواقع محددة أي لم نشهد إعادة انتشار لتلك القوات في شوارع معينة مثلا شارع الوادي أمدرمان وبعض هذه الأنحام من الشوارع الرئيسية هي الآن لا توجد فيها قوات أمنية ولا جيش ولا إلى ذلك ولكن في المقابل تم تعزيز الوجود العسكري حول منطقة القيادة العامة للجيش الآن حازم أيضا آلاف السودانيين يتدفقون إلى ساحة الاعتصام في القيادة العامة أيضا يعني أنا الآن أسمع أصوات احتفالات في الشارع يعني أبواق السيارات معلوم أن السودانيين لا يلجأون لاستخدام الكلاكس سيارة الآن الخرطوم فيها أصوات أبواق السيارة والكلاكسات بصورة عالية جدا في مظهر احتفالي لم يعني نعهد له مثيل منذ اندلاع هذه حركة الاحتجاجات في السودان منذ نحو أربعة أشهر هناك معلومات يعني عن اعتقال بعض الشخصيات ولكن لم يكن هناك مصدر رسمي يؤكد لنا هذا هذه المسألة بصورة عامة يمكن أن نقول الآن آخر المعلومات المهمة هي إغلاق مطار الخرطوم الدولي إضافة إلى توجيهات بوقف عملية جهاز الأمن والمخابرات على مستوى الشارع والأرض وهي القوى التي كانت تعتبر ضربة إلى درجة بعيدة جدا في السودان ونفذت عمليات الاعتقالات السابقة وكان منضحها إلى جانب القوات الأخرى بفضل الاعتصامات وتنفيذ الاعتقالات ترجمة نانسي قنقر